حملة تحريض ضد الناشطة توكل كرمان في منصات التواصل الاجتماعي ووثائل الإعلام الموجهة عقبت عينها في مجلس الرقابة العالمي لفيسبوك وانستجرام ما هي أسباب الموقف العدائي من صوت يطالب باحترام حقوق الإنسان؟ أهلا بكم الدول التي لا تعرف الانتخابات ولم تذوق رائحة العمل السياسي ولا الإعلام المستقل ولم يبدي حكام واستعدادهم لسماع رسالة نصح فضلا عن كلمة لا هل يمكن أن تكون وهي بهذا الحال مع شعوبها أخائفة على حرية التعبير في منصة التواصل الاجتماعي لأشهر فيسبوك والذي يضم ملياري إنسان من كل العالم ينتمون لكل الأديان ويتحدثون كل اللغات ويعبرون عن كل الأفكار هذا التساؤل البديهي هو في الوقت نفسه إجابة عن سؤال لماذا جندت السعودية والإمارات كتابها وصحفها الممولة وقنواتها التلفزيونية وخمسمائة مليون دولار أمريكي فوق الطاولة وملايين أخرى تصرف على غرف العمليات والحسابات الوهمية أو التي تبع لها كل ذلك للنيل من الناشطة اليمنية أوكو الكرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام كأول امرأة عربية تحصل على الجائزة والعضو العربي الوحيد في مجلس الإشراف العالمي على محتوى فيسبوك وانستجرام إنها إعادة اعتبار للشخصية اليمنية منذ الإعلان عن اسمها ضمن قائمة الحكماء الذين اختارتهم شركة فيسبوك للنظر في المحتوى الجدلي على منصتها لم تتوقف حسابات نشطاء خليجيين ومصريين وصحف ممولة من أظمة خليجية عن مهاجمة الناشطة اليمنية توكو الكرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام مسؤولون رفيعون ومقربون منهم برلمانيون وصحف غربية تمليكها السعودية والإمارات بالإضافة إلى آلاف الحسابات الوهمية في فيسبوك وتويتر كلها تجندت خلال الأيام الماضية للتعبير عن رفضها لوجود كرمان في مجلس الإشراف العالمي وتضمنت التدوينات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التحريض بحق الناشطة كرمان ما دفعها للتعبير عن مخاوفها من هذه الحملة لم تتوقف الحملة الموجهة ضد توكل كرمان عن المطالبة بتراجع فيسبوك عن قرار تعيينها بل أطلق ناشطون في مصر والسعودية والإمارات حملة لمقاطعة فيسبوك وانضمت إليهم نائبة فرنسية وفي محاولة للتأثير على قرار الموقع الذي يضم أكثر من ملياري مستخدم حول العالم قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه اشترى أكثر من ثلاثة ملايين سهم في شركة فيسبوك مقابل خمسمائة وعشرين مليون دولار أمريكي توكل كرمان قالت في أول توضيح لها إن أهم ما دفعها للقبول بهذا الدور هو العمل على حماية أصوات الناس وحرية التعبير وأكدت أن هذه هي رسالة بقية زميلاتها وزملائها في المجلس الذي يضم عشرين عضوا منصفة بين الرجال والنساء ويعتزم فيسبوك رفع العدد إلى أربعين عضوا في وقت لاحق وكانت كرمان قد تعرضت لحملات سابقة من قبل الجهات نفسها ووصلت محاولات الإساءة إليها إلى درجة اختراق هاتفها الشخصي من قبل الأجهزة الاستخباراتية الإماراتية في محاولة دائمة للنيل من الناشطة اليمنية التي رفعت صوتها في مواجهة العبث السعودي الإماراتي في بلادها اليمن الحرب لا تنتهي بانتزاع واعتراف بمشعور رعية وجود أمراء الحرب وميليشياتهم إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة أبدأها مع ضيفي عبر سكايب الأستاذ عبدالله الحرازي الإعلامي من هولندا وسينضمعه آخرون خلال هذه الحلقة مساء الخير أستاذ عبدالله مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي بلقيس الكرام وحواتم مباركة إن شاء الله علينا وعليكم إن شاء الله أستاذ عبدالله بداية كيف تابعت الهجم الشرسة ضد الناشطة النوبلية وكل كرمان عقب توليها كرسي في لجنة الإشراف العالمي على محتوى في سبوك وإنستجرام حقيقة موقف السعودية والدول المضادة للربيع العربي هو موقف متسك منذ ما يزيد عن عشر سنوات منذ العام 2011 تجاه كل ناشط ورموز ثورات الربيع العربي وعلى رأسهم حاملة مشعل الربيع العربي الأخت العزيزة توقل كرمان وفي هذا الإطار يظل الأمر المفهوم لكن توقيت الحملة وحالة السعار التي انتابت وسائل إعلام رسمية وقنوات وصحف وكتاب هناك تجيش كبير البيئة العامة دعتنا عن الاستغراب أنا شخصيا استغربت أن تكون حملة بهذا المستوى من التنسيق كما أثبت المحللين الغربيين وهو بريطاني عملية تنسيق لحسابات الزباب الألكتروني في تويتر وعملية تغريب بشكل مكثف من منطقة واحدة نعم تحليل البيانات لمحتويات الهجمة التي اجتمرت لأكثر من يومين على منصة تويتر عموما ربما أو بالأكيد عن مسألة تعليل الأخت توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك وهو المجلس المعني بالإشراف على محتوى موطع فيسبوك والإستغرام يعني ربما أثار جنونهم أو كانت القدرة التي أفاضت الكأس من هذه المرأة التي كلما حاولوا أن يرجعوا نشاطها وتصريحاتها ومواقفها القوية لمناصرة كل المصطبحين في الوطن العربي ويعني جناح الثورات العربية كلما أرادوا أن تهدأ فإذا بإنجازاتها تقدمها أيضا وهذا ما يجعلهم يفضلون أحصابهم كما رأينا خلال هذا الأسبوع حقيقة أن تتحرك ثلاث دول بكل أجهزة سنتحدث عن هذه الدول وتعاملها وملفها الإنساني أستاذ عبد الله لكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف أستاذ عمر عياصرة الكاتب والمحلل السياسي الأردني من عمان مساء الخير أستاذ عمر مساء النور يا مرحبا كل عام وأنتم بخير وأنت بخير وخاتم مباركة أستاذ عمر كيف تفسر ردة فعل العديد من الأنظمة وسائل الإعلام ضد اختيار الناشطة طوك الكرمان في هيئة الرقابة العالمية على فيسبوك وانستجرام يعني هو تفسيري واضح إذا نحكي بمثل أردني روح على القاضي الأمور واضحة هناك دول عربية بعينها تجند مجموعة كبيرة من النشاطات المتعلقة بالتواصل الاجتماعي الهجوم على إرادة الشعوب الهجوم على كل المناصب والأماكن والمنابر التي يمكن أن توفر لمن يطالبون بالتعبير عن إرادة الشعوب من يطالبون بدولة ديمقراطية من يطالبون أن يكون هناك خيار عربي أو خيار شعبي يستطيع أن يعبر عن نفسه وأنا باعتقادي أن توكل كرمان تعبر عن ذلك يعني واحدة من الناشطات التي تعبر عن ذلك خطابها أداها موقفها في المجتمع الدولي التكريم الذي حازته في فترة جائزة نوبل الآن نتحدث عن مكانة مهمة في الفيسبوك وهذه الأماكن باعتقادي أنها مؤثر لذلك الهجوم على المنابر هو جزء من هجوم على إرادة الشعوب هناك أنظمة عربية جندت أنفسها للتعامل مع ذلك من منطق الأعداء ومنطق الرفض ومنطق الملاحق وهذا جزء من هذه الملاحقة ما تتعرض له توكل كرمان نعم إذا نقوف الدول بكل أدواتها الإعلامية أستاذ عمر وصولا لشراء أسهم في الفيسبوك ضد ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان هل يمر على المجتمع الدولي مثل هذه التصرفات؟ يعني هذا بعتمد شو بتقصدي بالمجتمع الدولي جزء من المجتمع الدولي متواطئ مع هذه الأنظمة السياسية لا يريد لهذه المنطقة أن تعبر عن نفسها وأن تنهض من غبار الاستبداد وأن تنتهي من غبار الاستبداد وتذهب باتجاه نهضة على مستوى سياسي واجتماعي واقتصادي لكن المجتمع الدولي يراقب ويفهم أنا باعتقادي أن الحالة العميقة في المجتمع الدولي أي الدول الوازنة تدرك هذا الأمر لكن للأسف تكييل بميكالين وأحيانا تتحالف مع هذه المسألة لكن يبقى هناك في المجتمع الدولي خير ويبقى هناك مؤسسات مجتمع مدني ويبقى هناك مؤسسات تشريعية قد لا يمر عليها مثل هذا الأمر لكن دعيني أكون واضحا المجتمع الدولي منافق بما يكفي لأنه يتحالف مع هذه الأنظمة على عرقلة اليقظة والنهضة التي ربما يتخوفون منها أقصد هنا يقظت ونهضت الشعوب العربية نعم إذن ابقى معنا أستاذ عمر وسنعود إليك بعد أن أستمر مع الأستاذ عبدالله الحرازي ولكن هذه المرة عبر الهاتف أستاذ عبدالله العالم ربما يعي تماما الملف الحقوقي والإنساني لدى هذين البلدين بالذات السعودية والإمارات هل تتوقع أن هذا الأمر وهو حديث الأستاذ توكل عن حقوق الإنسان خاصة في هذين البلدين هو ما جعل الأمر يبدو على ما هو عليه بعد حصوله على هذا الموقع وهذه المكانة نعم لا شك أحد كبير ما تقولينه صحيح لكن أيضا هناك موقف شخصي أو موقف خاص لهذه الأنظمة من الشخصية اليمنية تبوغ توكل كرمان لهذه المكانة هو ينسحب على الشخصية اليمنية وهؤلاء لا يرجون في هذه اللحظة إلا مزيدا من الإنسحات للشخصية اليمنية لإتمام مشروعهم بالسيطرة والعبث بالجمهورية اليمنية من خلال الحرب والتحالف الذين يزعمون أنهم يقودونه لدعم واستعادة الشرعية في اليمن وبالتالي فإن أي صوت دولي يجد طريقه إلى بهذا الحضور الكثيف وبهذا المضوح وبهذا الرؤية العميقة المجريات الأمور سواء يمنيا أو في المنطقة العربية بلا شك أن المسألة مضاعفة أكثر من مسألة فقط أن هناك مدافع عن حقوق الإنسان لا ينسجم مع توجهاتهم وبالتالي سيضرهم فقط في مجال حقوق الإنسان لا لدينا هنا صوت كما قلت في بداية حديثي مناركة تاريخ من الصراع معه وبالتالي هذا يفسر حالة الهستيريا التي اعترت الأنظمة السلافة سواء المصرية أو السعودية أو الإماراتية وإن كان في السعودية قد حملت تبريد الأكثر أنت تتحدث عن هذه الأنظمة تريد انسحاق أكثر للشخصية اليمنية لكن أليس من المستغرب أستاذ عبدالله أن ينجرف مجموعة من اليمنين وراء هذه التيارات وأصبنا بصدمة أن يكون هناك يمنين يرفضون وصول يمنية لمنصب وتكون هي الممثلة العربي الوحيد يا سيدتي لطالما هذه الأصوات سمعناها منذ أن نالت سيدة توقف الكرمان جائزة نوبل للسلام في العام 2011 نفس الأصوات وذات الأصوات أتباع النظام السابق والذين أصبحوا الآن تتوسعهم العمليات الارتزاك لهذا النظام أو ذاك للإمارات والسعودية تحديدا وبصريح العبارة فهذه الأصوات هي التي تنعك كلما التمع نجم التوكل كرمان التي هي في الحقيقة تعبر عن صوت هذا الشعب وتنحاز دائما وأبدا وعبر متابعة شخصية لمواقفها تنحز دائما وأبدا لكل ما يهم القضية الوطنية اليمنية كانت الصوت الأول الذي عبر بوضوحه في جميع المحافظة العالمية عن انحراف التحالف عن أهدافه التي أعلنها وبالتالي هذا كستر الزائف لهذا التحالف عالميا وهذا يفسر كيف أنهم جيشوا ليس فقط كما تفضلت يعني مؤسساتهم الذاتية وأدرعهم القذرة من الزباب الأليتروني والصحف الصفراء والمواقع المشبوهة وحتى شركات العلاقات العامة الدولية التي تلقم بعض الأفواه عن النقود وهباتها الخليج للإساءة للرموز العربية كما سمعنا عن النائبة الفرنسية المشبوهة التي في تاريخ الكثير من الشبهات والبلاوي في هذا السياق يتم تجيش أيضا بعض الرخاص من اليمنين إضافة إلى مجموعة من النقشطين للأسف الشديد الذين لا يتحركهم دائما إلا الغيرة واستفغار ذواتهم عمام إنجازات الأخت وكل كرمان شكرا جزيلا لك العلامي عبدالله الحرازي كنت معنا عبر الهاتف من هولندا عود إليك أستاذ عمر أستاذ عمر أليس مستغربا أن تقوم هذه الدول والتي لديها ملف حقوقي سيء أن تخشى على حرية التعبير في الفيس بوك وهي التي ربما تسجن من يعبر عن رأيه على إحدى هذه الصفحات يعني منطقي ما تقولينه لكن أنا باعتقادي أن السؤال الأهم هل لماذا تشكل لهم توكل كرمان هذا التهديد أنا باعتقادي أن هناك مجموعة من الأوجه بجوز ضيفك الكريم قبلها قليل تحدث عن واحدة من الأوجه أنها يمنية بمعنى أن هناك حرص أن لا تبوز شخصية يمنية على مستوى دولي أن تكون بهذا الانفتاع على المجتمع الدولي أن يستمح المجتمع الدولي خاصة مؤسسة متعلقة بحقوق الإنسان توكل كرمان سبق لها أنحاذت على جائزة نوبل ثم بعد ذلك تحوز على هذا الموقع المهم في الفيسبوك والفيسبوك يرعبهم بعد الربيع العربي تغيرت الأمزجة عند هذه الأمزجة بعد الربيع العربي الذي كانوا يصفونه أنه كان ثورة فيسبوكية يعتقد أن هذه المنابر والأدوات ترعبهم يعتبرونها أهم من السلاح وأهم من المدفعية وأهم وبالتالي وصول شخصية كتوكل كرمان ابنة الربيع العربي ابنة الشارع ابنة الحديث عن حقوق الناس ابنة النضال وحصلت على جائزة نوبل بناء على ذلك إلى هذا الموقع ربما يرعبهم الآن قصة النفاق في قصة حقوق الإنسان المثلة أدواتية ليست أكثر واستنفار كل هذه الأدوات الهجوم على توكل كرمان دليل على أنها تشكل لهم مصدر تهديدة مصدر التهديد جزء منه أنها يمني لكن جزء آخر أنها تعبر عن الربيع العربي تعبر عن الشخصية التي تمردت في الشارع التي طالبت بالتغيير التي رفضت الاستبدادات التي أرادت أن تسأل مرة أخرى وتذهب باتجاه الديمقراطية وسؤال الشفافية وسؤال المساواة وسؤال القانون كل ذلك هو الذي يرعبهم وباعتقادي توكل لها مكان خاص قد يكون هناك عداء شخصي لكن أيضا لها مكان خاص خاص إذا وصلت إلى هذا الموقع لذلك استنفروا خيلهم ورجلهم وكل ذلك الهجوم على تجربة توكل كرمان واستعالوا بيمنيين أيضا هذا يؤشر على أنها تشكل لهم مصدر تهديد أما أنهم سجلهم في حقوق الإنسان سلبي ويطالبون اليوم ويتخوفون هذه مسألة مجرد أدوات فالخطاب ليس أكثر لكنهم مرعبون من هذه الأداء المسمى فيسبوك أن تكون في يد توكل وأمثالها من الشباب العرب نعم هل تتوقع أن تثمر مثل هذه الحملات أستاذ عمر يعني ربما نتذكر جميعا الحملة التي أقيمت ضد توكل أثناء بعد استلامها لجائزة نوبل ومحاولة سحب الجائزة وكان هناك حملة مشابهة لما حدث يعني هذه الأنظمة كم ستشكل من تعداد من ينتبون لفيسبوك قرابة ملياري مستخدم لا أعتقد أنها ستؤثر هي محاولة ترهيب لتوكل أولا ثم محاولة لترهيب الفيسبوك بحذات الإدارة لكن أنا باعتقادي أنها مجرد فقاعة مؤاقة ستذهب بعيدا خاصة أننا نراهن على شكل التوكل وصمودها وأنا لا تعبأ بمثل هذه الحتاملات وسأتستغل هذه المنبر للتعبير عن سكر الشباب والإرادة الشعبية العربية لكن أنا أستبعن أنها يكون لها تأثير هي مجرد تعبير ورد تفعل عن غضب عند هذه الأنظمة نتيجة هذا الإنجاز الذي حققته توكل فأنا أستبعن أن يكون لها أي تأثير لا على مستوى المتواصلين على الفيسبوك لكن الذباب سيستمر في عمله سيستمر في التشويش سواء على توكل أو غيرها نعم إذن أستاذ عمر يعني تحميل الأستاذة توكل ما ليس لها علاقة به لم تحمل سلاح لم تأخذ منصب في الحكومة حتى يتم تحميلها أي فشل سياسي يعني ليست داعية للعنف ويعني هناك إصرار على تحميل الناشطة توكل كل ما يحدث لليمن ما هو تفسيره؟ تفسيره أنهم ينقومون لأنها بهذا النقاء يعني ليست منخرطة في هذه السوقات وبالتالي هذا يجعلها مؤهلة أكثر أمامهم ولديها شرعية أكثر لاختراك الحالة اليمنية واختراك الحالة العربية فلذلك هذا الذي يثيرهم لو كانت فيها لوثة سياسية ومحصوبة على جهة أصبح المسألة يعني أقل حدة لكنهم يخشون مثل هذه الحالة وهذا يفسر أنهم يرمونها بما يريدون بمعنى بأن تكون جزء من السلبيات والانخراط في الحالة تسميها التجاذبية السيئة التي تحصل في العالم العربي في اليمن تحديدا لذلك يحاولون أيضا هم يراقبون الرأي العام الرأي العام فيه تحديدا في اليمن الآن يعني مستنفر بمعنى أنه حساس لأنه هناك انقسامات على أكثر من مستوى فكيل هذه الاتهامات ربما يؤثر في قبولها أو قبول التوكل عند بعض الشراح لكن أنا مرة أخرى بتقديري أن الحملات يعني تزيد توكل القوة لأن هذه الأدوات انكشفت حينما تهاجم يعني حالة كأن الحالة هذه يعني أصبحت جيدة يعني هذا بتقدير كثير من الشعوب العربية نعم إذن شكرا جزيلا لك عمر عياصرة الكاتب والمحلل السياسي الأردني كنت معنا عبر الهاتف من عمان وينضم معنا الآن أيضا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدائمي البرلماني التونسي السابق ورئيس مرصد رقابة من فرنسا مساء الخير أستاذ عماد مساء النور تحية لكم ولكل المشاهدين الكرام نعم أستاذ عماد تحدث ضيفي السابقين حول بعض الأوجه لماذا توكل تنال كل ما نلت من هجمة شرسة ربما كان أبرزها بأنها يمنية وهناك يعني صخط على اليمن وعلى كل ما له علاقة باليمن من قبل هذه الأنظمة والوجه الآخر بأنها أتت من الربيع العربي ما رأيك نحن تابعنا في المدة الماضية الحملة الممنهجة المستهربة حقيقة التي قامت بها جهات يبدو أنها جهات منظمة وليست تعفوية لأن كان هناك نوع من الترويج المصطنع وأكيد حسابات عديدة مزيفة وروبوتات تنقل هذه الدعوات الدعوات الكراهية ودعوات الرفض لتعيين الأستاذة توكل في ضمن حكماء فيسبوك وأنستغرام في لجنة الأخلاقيات واضح جدا أن هناك انزعاج كبير من اسم الأستاذة توكل كرمان بما ترمز له من ارتباط بالربيع العربي بما ترجز له من ارتباط بروح التحر التي شملت المنطقة العربية قبل تسع سنوات والتي ما زالت لم تخمد رغم كل محاولات الثورات المضادة لقتل هذه الروح واضح جدا أن اسم توكل ارتسم في أذهان الكثير من الشعوب العربية كأحد إيقونات هذه الموجة وموجة التحر في المنطقة العربية كأحد رموز المسار الربيع العربي وبالتالي المستهدف أعتقد أن المستهدف صحيح قد يكون اليمن وما يرمز إليه اليمن من صمود أمام كل محاولات التركية التي حصلت في السنوات الأخيرة ولكن أعتقد أن المستهدف الأول هو روح التحر في المنطقة العربية هو روح الربيع العربي التي ما زالت ترفرف على كامل المنطقة أعتقد أن ما تقوم به بعض الأنظمة الفاشلة من هذه الحملة وغيرها من الحملات ضد الربيع العربي يعكس تخوفا من أن روح الربيع ترفرف فوق سماء بلدانهم أعتقد أن هناك تخوف كبير وأن هناك محاولات للتصدي بكل الوسائل الممكنة وغيرها الممكنة الأخلاقية وغير الأخلاقية وأساس غير الأخلاقية التصدي لإمكانية انتقال روح الربيع العربي إلى شعوب عربية مكبوتة ومقهورة تحت أنظمة استبدادية أنظمة لا تؤمن بأي نوع من أنواع الديمقراطية وإنما تؤمن بالهيمنة وسيطر على مقدرات وثروات تلك الشعوب وبالتالي اسم توكل يعكس حساسية كبرى لدى هؤلاء وهو ما جعلهم يدخلون في هذه الحملة العشوائية الإعتباطية يعني الإشكالية هل هي في الإسم فقط أستاذ عماد يعني هناك أيضا خشية من المنصب ذاته يعني ما الذي يشكل هذا المنصب حتى ترتعب هذه الدول وتجيش مواردها وإعلامها وتصنع بربونغندا خاصة للنيل منها واضح جدا أن المنصب أيضا يثير مخاوف هؤلاء المنصب الذي هو لجمة الأخلاقيات على أكبر منظومة من منظومات التواصل الاجتماعي واضح أن هذا المنصب لا يرغبون في دخول أي نفس حر إلى هذا المنصب وخاصة أن نفس حر عربي يعرف مشكاليات العالم العربي وينبذوا بروح الربيع العربي وبالتالي واضح أنهم لا يريدون للأستاذ التوكل أن تكون في هذا المنصب ولا ربما حتى إذا كان الأستاذ التوكل اعتذرت أو تم تكليف شخص آخر من نفس الاهتمامات من نفس الاهتمامات ونفس الولاء للربيع العربي ولا يروح التغيير في منطقة أعتقد أنهم كانوا سيرفضون هم يرفضون الأستاذ التوكل لأنها بالتأكيد ستكون لديها إضافة في لجنة الأخلاقيات بالتأكيد ستكون لديها إضافة في لجنة حكماء الفيسبوك التي ستشرف على المحتوى المواقع لأن المواقع الآن مواقع التواصل الاجتماعي هي صحيح كانت أداة من أدوات التحر في المنطقة العربية ونحن كشباب ثورة في عشر سنوات إلى الوراء كنا نستعملها كثيرا من أجل إيصال الصوتنا إلى المواطنين ولكنها الآن أيضا تستعمل كشبكات لترويج الإشاعات من طرف منظومات الثورة المضادة في كامل المنطقة العربية وبالتالي وجود شخص منتبه ويفهم جيدا في الخارطة ويعرف طبيعة هذه الشبكات وطريقة عملها يزعجهم جدا ولهذا هم لا يريدون لشخصية عربية معروفة تتميز بالانحياز لمبادئ الثورات العربية لمبادئ التحر خاصة والحرية ولا أقصد للإخياس لأي طرف سياسي كان لأني أعرف الأستاذ التوكل وبقدر ما أنا مستقل عن التيارات الإخوانية وغيرها أعرف استخلاليتها الفكرية والسياسية وبالتالي هي تخدم مصلحة الربيع العربي ومصلحة التغيير في المنطقة بقطع نظر على من يستفيد منها وبالتالي هم يريدون وضع أسماء ليس لديها أي قدرة على تغيير مسارات الأمور نحن حقيقة نعاول على الأستاذ التوكل أن تلعب دور كبير داخل هذه اللجنة أن تغير القواعد الموجودة الآن نعرف أن هناك الآن من بين القواعد المستعملة أن من يدعم المقاولة السلسطينية يسحب أحيانا من هذه الشبكات من يدعم روح التحر أحيانا يتعرض لإشكاليات ويمنع أحيانا من النشر لفترات محددة نريد للجنة الحكماء التي سنتشرفها سنتشرف بتمثيلنا فيها عبر الأستاذ التوكل نريد لها أن تلعب أن تكون متوازنة أكثر أن تمنع أي عمل منظم من أجل التأثير والبروباقندا والتأثير السلبي على عقليات وعلى عقول الشباب العربي نريد لهذه اللجنة أن تكون لها دور قاس قصد ودور عدل في الحل الإشكاليات وفي منع كل ما يتجاوز الأخلاقيات أخلاقيات التعامل على وسائل التواصل الاجتماعي هذه العوامل كلها هي التي أججت الحملة الشعواء ضد الأستاذ التوكل أعرف أن الأستاذ التوكل جبل لا يهز ريح من هذا النوع وأعرف أنها قادرة على الصمود أمام هذه الهجمة ونريد لها أن تلعب دور فاعل في لجنة حكماء الفيسبوك وانستجرام نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عماد الدائمي البرلماني التونسي السابق ورئيس مرصد رقابة كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا ونذهب إلى فيينا وينضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ التوفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات مساء الخير أستاذ التوفيق نعم سعى النور لك والجميع مشاهدي قناتكم الكريمة أهلا بك أستاذ التوفيق هناك من يقرأ بأن ما يحدث هو صراع بين مشروعين بين مشروعين هل هذا امتداد لثورة الربيع العربي وأنظمة محيطة بها قمعية هل يمكن قراءة الهجمة على الناشطة توكل من هذا السياق هو بالفعل اليوم هذه الهجمة التي تأتي ضد الناشطة النوبلية توكل كرمان هو يأتي في سياق الصراع بين مشروعين مشروع الربيع العربي اليوم الذي تمثل الناشطة توكل كرمان أحد عنوينه الكبرى وتقلياته النهائية اليوم معسكر ثورة مضادة سواء أنظمة قمعية أو أنظمة دائمة متمثلة بكل وضوح بجوال الخلي خاصة لإمارة العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فقدت الكثير من مواقعها سواء على مستوى الوطن العربي أو حتى على المستوى العسكري اليوم نشاهد في ليبيا وأيضا تخسر على المستوى الخارجي سواء بسبب سجلاتها السوداء المتعلقة بحقوق الإنسان أو حتى بعملية التقسس إلى غير ذلك اليوم تأتي توكل لتتبوى ربما أحد المواقع المهمة جدا المحشوب الذي سيحشب بدرجة أساسية للربيع العربي وهو يمثل خسارة بالدرجة الثاني لثورة الحكومة المبادرة اليوم باختصار نستطيع أن نقول بكل وضوح نتوكل كرمان لا تمثل مشروعا شخصيا خاصا بها اليوم توكل كرمان هي تمثل مشروعا نضاليا تحروريا وبالتالي هذه الأجمة تأتي ضد هذا المشروع والوقوف معها الأستاذة توكل ومساندتها والنضال معها هو نضال هو انتماء حقيقي لهذه الثورة وثورات الربيع العربي بالدرجة الأساسية اليوم هذه الأنظمة تدريك أنها تخسر كثيرا اليوم امرأة تمثل الربيع العربي تناظر من أقل حقوق الإنسان من أقل الحرية من أقل المساواة يقدرها المجتمع العربي والمجتمع الغربي في ظل هذه الخسارة التي تخسرها هذه الدول خاصة ميزانيا إذا ما تحدثنا عن خسارتها في ديبيا وغيره هل يمكن أنها أيضا تخشى انكشافها الأخلاقي أستاذ توفيق؟ هي بالفعل تخسر أخلاقيا اليوم باستمرار اليوم من يلاحظ التقارير الدولية سواء حتى بما فيها التقارير لتصدر من الخارجية الأمريكية نفسها تلاحظ أنها تتحدث بكل وضوء عن انتهاكات ترتكبها حكومة المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات بحق معتقلين الرأي وكان آخرها الفضيحة الكبرى في قتل الصحفي جمال خاشق إضافة إذا أتينا إلى اليمن اليوم ربما التقارير الأممية الصادرة من مجلس حقوق الإنسان وعبر وكالة العنباء الدولية والعالمية والصحوط تتحدث عن انكشاف أخلاقي لهذه الدول في اليمن سواء على مستوى العزمة الإنسانية أو على مستوى حقوق الإنسان في المقابل تأتي توكل كرمان أحد الأصوات أو بالصوت اليمني الذي يمثل انتداد للحضارة اليمنية صاحة تعبيره لثورة الربيع العربي في مقابل هذا الانكشاف وبالتالي هم يدركون أكثر بأن نتوكل من خلال هذا الصوت من خلال هذا القبول والحضور العالمي سوف تحمل معاناة اليمنيين والشعوب العربية وستزيد من انكشافهم الأخلاقي والسياسي على المستوى الخارقي بصورة أكبر نعم إذن الهجوم على توكل من خلال التموضع على مراكز القوى العالمية أستاذ توفيق هل ما تقوم به يعني هو استمرار لفكرة الثورة المضادة والعداء لفكرة التغيير وفبراير ومواجهة التوكل كقائدة يمنية قادمة من الثورة نعم الصراع بين الربيع العربي والثورات المضادة لم ينتهي اليوم الذي يظن بأن الثورات أو هذا الصراع هم يجهلون طبيعة هذا الصراع الصراع قائم قائم اليوم في سوريا قائم في اليمن قائم في مصر قائم في كل مكان اليوم على مستويات متعددة هناك المستوى العسكري هناك المستوى الاستخباراتي هناك المستوى الاعلامي هناك قنوات محسوبة على الربيع قنوات محسوبة على الثورات المضادة هناك تيارات ومشاطاء لا غير ذلك اليوم في إطار هذا الصراع اليوم الصراع وصل إلى دروته وصل إلى القمة إلى إدارة العالم نحن عندما نتحدث عن فيسبوك نتحدث عن نيستجرام بما أن نتحدث عن أهم المنصات العالمية التي تؤثر في الرأي العام العالمي وفي الحضور الدولي هذه الدول تدريك اليوم وصول توقع إلى هنا بأنه بمعنى وصول الربيع العربي وصول قيم الحرية والمساواة التي تنادي بها توقل وخرجت من أجلها مع شباب الثورة ورفقاء الطريق في هذا المجال وبالتالي هم اليوم في هذا يدركون أنهم يخسرون وبأنهم سينكشفون أكثر خاصة وإن توكل أتت من رحم الثورة ومن قلب الثورة وأيضا هي تتبنى قضية شعب اليوم يدمر سواء من قبل الحوثي أو من قبل التحالف العربي وصوتها واضح في هذا الخصوص سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في القنوات أو في المحاضرات أو في الندوات وبالتالي هذا الحضور اليوم الذي يمثله توكل كرمان هو الذي يخشون عنه اليوم لماذا يتحرك الدباب الإلكتروني لماذا يتحرك مثل هذه العراية إذا كانت توكل كرمان العزلاء لا تساوي شيء بالنسبة له بما الذي يمثلون الأموال والقنوات والحكم والنفوذ إلى غير ذلك الأمر متعلق بمشروع حضاري بمشروع تقاتي بمشروع توري يمثله توكل وغير توكل اليوم في هذا الطريق نعم أستاذ توفيق أنتم في منظمة سام أدنتم ما حدث لناشط توكل من خلال بيان ربما تحدثتم بأن سام تقول في بيانها أن لاحظت تبني ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لحملة تغريدات ومنشورات موبوة بخطاب الكراهية تضمنت تحريضا وتهديدات واتهمت من شأنها أضغار النفسي والمعنوي بتوكل كرمان مثل هذا الحديث أستاذ توفيق ربما ثبت من خلال الصحفي البريطاني بأن هناك أكثر من ألفين حساب وهمي أنشئ في الفترة الأخيرة لتبني هذه الحملات من خلال بيانات وتحليل قدمها هذا الصحفي البريطاني يعني التجييش إلكتروني واضح ومعد سلفا للهجوم على الناشطة ما تعلم هو بالفعل اليوم كما قلت لكم اليوم أمام معركة اليوم المعركة ليست في الأرض اليمنية اليوم المعركة حتى على الفضاء الإلكتروني وهم يدركون اليوم أن نتوكل كرمان ربما مع كل الهجوم مع كل الإمكانيات مع حملات العلاقة العامة التي يمتلكونها إلا أنها مع الزمان مع كل سنة تفاجئنا تفاجئنا بلاء بحالة قبول دولية غير مسبوقة من نوبل في السلام بعدها قوائز متعددة إلى اليوم تصل على هذه المنصة السؤال إلى أين ستذهب التوكل هم لا يدركون البعض يتحدث اليوم أنه ربما لم يعود أمام توكل إلا أن تكون الأمين العام للأمم المتحدة بمعنى هم اليوم لا يدركون هم يخسرون كثيرا ولا يستطيعون أيضا خلق رموز توازي الناشطة وتوكل أو أن تكون مقابل لها بحيث تثار معركة اليوم بين رمزين وبالتالي اليوم هم يدركون المعركة الصفرية أمام قامة عملاقة تمثل الضعفاء والمساكين والثوار في مقابل حالة صفرية متهمة بسجل أسود بحالة حقوق الإنسان باعتقال الرأي بتعذيب النساء داخل السجود بأيضا عملية نشرة دمار في اليمن في ليبيا في مصر في كثير من هذه الدول في مقابل اليوم الناشطة التي تحمل تطلعات شباب يرغبون بالحرية بالمساواة بحقوق الإنسان إلى غير ذلك وبالتالي اليوم حركوا أو حركوا كل قيوشهم الإلكترونية التي يستخدمونها في معاركهم ضد الأطراف المناوية لهم معركتهم مصيرية كما يريدون و يسعون قدر الإمكان إن لم يسعوا لا إسقاط وكلهم سيحاولون لتشوي سمعتها وبالتالي رأينا هذا اللغة لغة الخطاب التي استخدمت أثناء الإعلان عن توكل كرمان لغة منحطة لغة مقززة لا يمكن أن تصدر من إنسان ثوي إلا إنسان فقد توازنه أختلى تفكيره تماما أدرك أنه اليوم أصبح أمام الحقيقة التي ربما ستفاجئه في كل المحافل وستقس أمامهم للند هم يدركون تماما أنها معركة أنها مصير أنها فصل من تصور انتصار ثورة الربيع العربي التي تتحقق كل يوم انتصاراتها على الأرض وإن كان ممجوب بالألم أحيانا نعم إذا جكر جزيلا لك توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات كنت معنا عبر الهاتف من فيينا وتنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ كوكب ذيباني رئيس شبكة نساء من أجل اليمن من اسطنبول مساء الخير أستاذ كوكب مساء النور إذا أستاذ كوكب كيف تابعت ما تعرض له وما تعرضت له الناشطة اليمنية توكل كرمان طبعا سأضيف على ما تم إضافته من قبل يعني كوننا نعمل في المجال النسوي في المجال حقوق المرأة أنا أعلم أن ما تواجهه توكل هو ليس فقط طبقة واحدة من التهديات بل عدة الطبقات أولا كما أسلف زميلي توفيق هي تحمل وكما تم أعطاءها الجائزة أنها تحمل راية التغيير راية التغيير هذه أو المطالب التغيير من 2011 يتم محاربتها بالشكل مسعود من قبل الأنظمة المناوئة الموجودة في المنطقة على رأسها السعودية والإمارات يتم محاربتها عبر الإعلام وتشويه جميع من خرجوا في هذه المطالبات السنية ويتم تشويه جميع من يطالب بالحقوق والحريات وبهذه المطالب العالية يتم تشويهم عبر الإعلام الموما والخليجين بشكل كبير ومحاولة تثبيت وتيئيسهم من التغيير وإيجاد حالة من اليأس في الوطن العربي وعلى الصعيد في السياسات تم إيجاد ليس فقط حتى الأنظمة التي كانت تعمل التي كنا ضدها الآن يحاولون إيجاد ميليشيات مسلحة أو جماعات مسلحة تعمل بالوكالة وذلك الإيجاد فوضى بحيث يحاولون إيجاد تشويه سمعة الربيع العربي وتشويه سمعة المطالبات التغيير التي لا يختلف عليها الجميع بينها مطالبات حقوق وحريات لذلك تجد توكل نفسها في هذه الحرب لأنها هي لازالت تحمل هذه المطالب إلى حد الآن وعزز هذه المطالب أيضا وجود ثورات جديدة في لبنان وفي السودان هذا الشيء مخيف لهم لأنهم كانوا يظنون في فترة معينة أن هذه المطالب اندثرت وأن من يحملونها سوف يصبحوا يتكلمون مع أنفسهم لكن مع تجدد خوفهم من منصة مثل الفيسبوك مثلا هم يخافوا على منصة التي تدار إعلاميا من الناس لأنه منصة الفيسبوك هي تشبه ثورة الربيع العربي هي منصة تديرها الشعوب وتديرها الناس وتستطيع أن تعذر بشكل خاص خوفهم من منصة الفيسبوك بوجود رغم أن توكل هي جزء من مجلس كامل يناقش قضايا جدلية وذلك حتى تستطيع الحاسن في مواضيع جدلية من جميع الخلفيات بالتالي خوفهم أولا من فكرة التغيير التي تمثلها توكل وكذلك المشكلة الأخرى أيضا التي أنا أراها وأجدها وأجدها مع جميع النساء أنها هي امرأة وتخرج عن القوالب أو كما يقال التوكنزمة الرنزية لا تتكلم بما يريده الصناعة السياسة أو هذه الأنظمة الاستبدادية حتى الأنظمة الاستبدادية التي كانت موجودة في اليمن وغالبا بالنسبة للنساء هي تجد نفسها في مواجهة ليس فقط مع الأنظمة بل تجد نفسها في مواجهة مع قوالب اجتماعية يتم اغتيال الشخصية تشويها السمعة محاولة تخويفها استجلاب كل العدوات للنساء فتواكد تحمل أدت أوجه من المضال في هذا الموضوع فبالتالي عندما نجد في مثل هذه الدول التي تتحدث عن قيادة النساء ورزالت النساء في السجول مثل الهدنول التي تحمل فعلا قيادة حقيقية مستقلة وليست فقط مثل ما قلت من قبل الرمزية كوكب يعني أن أنت أيضا ولستاذا مسك تعرضتما لحملة فقط لأنكم تعملان يعني في البث المباشر الذي أقيم لأن لستاذا مسك تعمل في مؤسسة توكل وكان هنا هجوم شرس عليكم من خلال اسم توكل كرمان أليس كذلك تعرضت لأن نحن كنا في بث مباشر كنا نتحدث في ندوة عن السلام بمجرد ذكر مؤسسة توكل كرمان وكانت موجود فوجدنا أن هناك كثير من الجيوش الإلكترونية التي اتخلت للحديث في يعني للهجوم وكان هجوم غير مفهوم يعني حتى لا تجد لكن أنا لا أتكلم عن الهجوم الذباب الإلكتروني فقط يعني أنا أتكلم عن الهجوم المنظم لأنه يعني عندما تتكلم عن مثل هذا الهجوم أنت تتكلم كما أسلفتي سابقا أنه وجود يعني كان فيه تقرير وفي التقرير تم ذلك أنه لن يرى حملة مثل هذه فهذا معنى أنه هناك دول تجيش كل كل وسائلها للتحريض ضد ناشطة واحدة فقط لم تقم سوى بالتنديد بجرائم أو بالتدخل في حرب اليمن ونحن نعرف أنه هذا هو السبب الأساسي في هذه الحرب التي يتم شنها عليهم على توكل فبالتالي يعني تتخيلي أنه أنه هذه الأنظمة تستطيع الوصول إلى خصومها حتى في خارج البلدان وهناك كثير من الأمثل التي استطاعوا بالنفوذ وبالرؤوس الأموال الرهيبة التي يملكونها بالوصول لخصومه حتى خارج البلدان في دول متوسطة فبالتالي ما تتعرض له التوكل هي لا تحارب يعني هي ليست يعني مثلا في مواجهة انتقاد لكن هي في مواجهة حرب تستهدفها شخصيا ولا تستهدفها بسبب مثلا انتقاد قد يكون مفهوم لكن هذا هو استهدف لها من قبل أنظمة كاملة بسبب استمرارها بما تقوم به خصوصا من أجل ما تقوم به لكحشفة دور الموجود في اليمن شكرا جزيلا لك كوكب ذيباني رئيس شبكا نساء من أجل اليمن كنت معنا عبر الهاتف من الصنبول وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم القاطبي المحلل السياسي من نيويورك مرحبا بك أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بك وخاتم مرضية لك ولجميع المشاهدين والمتابعين أستاذ إبراهيم من خلال عملك وقربك مع السيدة توكل كرمان في اللجنة الأممية وفي أيضا الربيع العربي برأيك لماذا استهدفت بهذا الشكل الأستاذة توكل ربما هي الشخصية الوحيدة على مستوى العالم العربي التي تصل إلى أي مسؤول وإلى أي رئيس دولة وإلى أي جهة وإلى أي منظمة دون حواجز وهي الوحيدة ربما التي تمثل الحراك الشعبي والسياسي على المستوى العربي وتمثل الشارع العربي الأستاذة التوكل حتى من قبل ثورات الربيع العربي كانت هي من تقود بعض الحراك المجتمعي الحقيقي داخل حتى المجتمع اليمني والعربي وكانت تواجف التقاف لذلك هم يخافون دائما من التوكل لأنها الوحيدة التي تحضر لها صوت قوي في المجتمع الدولي تمثل الشارع العربي والشارع الحقوقي والشارع الذي يمثل ما يتطلع عليه الأشعوب العربية فلذلك هي الوحيدة التي تنطلق من دون أن يحاولون إيقافها كانت أيضا نعم هذا الخوف له بعد آخر وهو ربما ثقل ملفاتهم الإنسانية سيخاف من وصولها إلى ما ستصل إليه لأنهم لا يريدون أن يعرف العالم عن حقيقة ما يجري داخل البلدان العربية والشعوب العربية كانت قبلها أيضا هي المرأة الوحيدة التي تصل إلى هذه المناصب على مستوى الدول العربية وربما كثير من الدول الإسلامية أيضا هي الوحيدة التي لم يستطيعون السيطرة على قرارها وعلى كلامها وعلى طريق التوجهها وعلى الطريق التي تلقي بها ما يود المجتمع العربي والدولي إيصال كلمته إلى هذه المجتمعات فلذلك هي الوحيدة التي تتكلم بصراحة وبشجاع يعني لا يوجد مسؤول عربي ولا سياسي ولا حزبي يتحدث بكل هذه الشجاعة في منصات المجتمع الدولي عن القضايا العالقة والقضايا الذي تهم الوطن العربي والتقيير وهي الصوت الحقيقي للتقيير أيضا عينت قبل ذلك في منصب مهم لم تتطرق إليه الحلقة وهي كانت عضوة من اللجنة الرفيعة للمستوى لأهداف ما بعد الأهداف التنمية لما بعد 2015 مع رئيس الوزراء البريطاني ورئيس اندونوسيا ورئيسة ليبرية وربما 15 وزيرا دوليا ورئيس وزراء اليابان كانوا يشيقون لأهداف التنمية الدولية وهذا أيضا يعني أثر على كثير من القرارات الدولية وأيضا أقاض تلك الدول والأنظمة الدكتاتورية في منطقتنا العربية التي لا تريد أن يصل صوتا يمثل الشعب صوتا يمثل التغيير صوتا يمثل الحقيقة فلذلك يحاولون بكل استطاعتهم أن يدخلونها في موضوع الحزبية وأن يشويهون سمعتها لكنهم في كل مرة يحاولون ذلك يزيدونها قوة ويزودونها نعم خاصة لما تتبعنا هذه الحملات وهي ليست الجديدة على العكس كلما ظهرت أو ارتفع شأنها في مكان ما نجد هذه الحملات تظهر من جديد شكرا جزيلا لك إبراهيم اللقاطبي المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لنلتقيكم في مساء منين جديد كنوا برعاية الله وأمنه